تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد بيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى في الفترة الأخيرة لاحظت أنه كثير في تعليقات عم تيجيني مع كل فيديو عم بنشره احكييه منك كيف سان جيرمان قادر يمسك كتيبة النجوم هاي كلها ويحطها بطريق واحد وقانون الله بالمال النظيف ساكت معاه هل والله إدارة سان جيرمان متحالفة مع الاتحاد الأوروبي هل بيعملوها معاملة خاصة وإلا كيف هذا النادي قادر يمشي بدون ما يتم معاقبته ولا مرة كيف قادر يدفع رواتب نيمار وينبابي لما اشتراهم بصيف واحد كيف قادر يدفع باللعبين 400 مليون يورو وضل أموره تمام شو أسرار هذا الإدارة هون وكيف في نادي أخر بيشبهه كمان ملكيته عربية بتكلم عن مانشستر سيتي عم بيمشي وعم بيجيب لعبين ممتازين كيف سان جيرمان والسيتي بلاعبين تقريبا كلهم دوليين بمنتخبات محترمة وبرواتب كويسة ما عم بتم إثبات أي عقوبة عليهم بقانون اللعب المال النظيف الموضوع بسيط الموضوع حسابات الموضوع محاسبة الموضوع أرقام ركزوا معايحا حاول نبسط الأرقام قد ما نقدر أنا دائما بحب الرياضيات وبحب الأرقام فعشان هيك خلونا نحاول ندخل الموضوع بسهولة تلك شغلات هي مهمة جدا في قانون اللعب المال النظيف اللي بينحسب على ثلاث سنوات مش على سنة واحدة أول شي قيمة الانتقالات اللي بتتفحها بالنسبة لدخلك الإجمالي ثانيا قيمة الرواتب اللي بتتفحها بالنسبة لدخلك الإجمالي وثالثا استثمارك باللاعبين حنشرح كل واحدة بالنسبة لقيمة الانتقالات بالنسبة لدخلك دائما في رقم عام بيستخدموا الاندي الكبرى بيقولوا الاندي الكبير في كرة القدم الأغنى الأكثر ثراءة الأكثر دخلا أكثر عشر اندي دخلا عشان تكون متزنة ماليا تصرف عشرين بالمية من قيمة داخلها على شراء اللاعبين زائد اللي بتبيعه يعني لو نادي دخله خمسمائة مليون كم من عشرين بالمية ميت مليون هذا النادي معاه يشتري لاعبين ميت مليون لو رح بعلاعب بخمسين بصير معاه يشتري لاعبين مية وخمسين مليون يعني تستثمر باللاعبين الجدد بقيمة عشرين بالمية من كل دخلك الاجمالي هذه النسبة تعالوا نروح نشوفها بالنسبة لسان جيرمان سان جيرمان استخدم مبدأ ساعده كثير مبدأ اسمه السنة الفاضية بلانكير السنة اللي أنا ما بديش أشتري فيها لاعبين السنة اللي سان جيرمان فرغ فيها الدكة كاملة ده بتذكروا أوتو خيل طلع انتقد كثير وصار الخلاف معه عليها تلك السنة كان التمهيد لإطلاق مشروع وتعاقد مع لاعبين وبتكلم عن سوق انتقالات 2019-2020 سان جيرمان باع كثير لاعبين ما عم بيستعملهم كان عم بيستخدموهم كعمق في التشكيل مقابل مية وخمسة مليون يورو واشترى لاعبين وقتها بخمسة وتسعين مليون يورو يعني ربح بتلك السنة عشر مليون يورو ولو رحنا حسبنا موسم 19-20 20-21 و21-22 لانا ما بنتكلم قانون لعب ما نضيف ثلاث مواسم بطلع سان جيرمان دافع توتل إجمالي حتى الآن بعد التعاقد مع أشرف حكيمي مية وستعشر مليون يورو لو قسمناهم على ثلاث سنوات كم بطلع بالسنة؟ تقريبا 38.5 مليون يورو وضيفوا عليها عملات الوكلة والأمور اللي ما بتبهر بقيم الانتقالات خلينا نقول بالسنة عم بيصرف خمسين مليون يورو بآخر ثلاث مواسم هذا الشيء أرقام أكيد طيب قعدت العشرين بالمية شو بتقول؟ عشرين بالمية من دخلك بتقدر تشتري فيهم لاعبين كم دخل سان جيرمان المتوسط بعد احتساب تأثير كورونا؟ ستمية مليون يورو سنويا عشرين بالمية من ستمية مليون كم؟ 120 مليون يورو كم سان جيرمان كان عم بيدفع؟ خمسين يعني سان جيرمان ما عم بيدفع وما عم بتجاوز حدوده حاليا كم الفرق؟ 70 مليون يورو سان جيرمان عم بوفر كل سنة بالنسبة لقوانين اللعب المالي النظيف من حيث قيمة الانتقالات 70 مليون يورو شو هادو للـ 70 مليون يورو؟ راتب نيمار وإنبابي خرجهم من حسبة قانون اللعب المالي النظيف نتيجة استثماراته الأقل بالانتقالات بشكل مختلف الروح على مسألة الرواتب والقاعدة بتقول الأنديل كبيرة عشان تكون أمورها تمام بالنسبة لقوانين اللعب المال النظيف لازم تصرف من 50% ل55% من داخلها فقط على الرواتب وفعليا وحسب آخر إصدار وجدته سان جيرمان هو الثالث فريق بيدفع رواتب بعد ريال مدريد وبرشلونة يعني هم أكثر منه عم بيدفعوا ونسبته 56% مع بعض البدلات هون هون اللاعبين ممكن توصل 60% كيف سان جيرمان يعوض هذه الخمسة أو 6% الزايدة عن الحد عشان ما يتعاقب بقانون اللعب المال النظيف من السبعين مليون اللي حكيتهم قبل شوي سبعين على ستمية أكثر من عشرة بالمية بشوي ففعليا سان جيرمان عم يوقل قيمة الانتقالات نتيجة تضحيته بسنة واحدة من هون لهون وبضل أموره بقانون اللعب المال النظيف وللعلم سياسة التضحية بسوق انتقالات واحدة مش غريبة كثير عندي بتمارسها وصارت فهميتها ما الفجأة بتلقى تشلسي بيشتريش ولا لاعب بس السنة اللي بعدها بروح جايب لك 6-7 لاعبين صاروا فهمين كيف يلعبوا بالأوراق كيف يتحركوا بحيث قانون اللعب المال النظيف ما يصيدهم وبنفس الوقت يبنوا تشكيلاتهم لسنوات طويلة وحلى سيرة السنوات الطويلة هون البند الثالث المهم جدا في سان جيرمان وبالسيتي أيضا اللي هو الاستثمار طويل الأمن باللاعبين ما بتحسوا لعيدة السيتي عم بطوله كومبني عم بطول أجويرو ديفيد سيلفا دي كبن دي بروين اللي بيجي كأنه ما بيطلع بيظل يلعب وبظل موجود وبظل كويس يعني ما بتكلم بضبه لاعب ما بيلعب لا لاعب بيظل يعطي وروحوا على سان جيرمان بيراتين من 2012 ماركينيوس 2013 دي ماريا 2015 كورزاوة 2015 ونتكلم عن لاعبين أساسيين ونيمار جدد له أيضا وبالتالي ممكن يخدم تمانية وتسع سنين محهم شو معنى ذلك أنا لما أدفع ستين مليون بلاعب ويخدمني عشر سنين كأني دفعت فيه ستة مليون بس بالسنة لكن لو خدمني خمس سنين وطلع مجانا كأني دفعت فيه 12 مليون لعبة إطالة عمر اللاعبين هي لعبة استثمارية الجميع أدركها الجميع أدرك أنه اللاعب في كرة القدم هو مكينة هو أداة الإنتاج لازم تعيش سنوات أطول عشان يصير الاستثمار أربح تشتري بلاعب مئة مليون ويلعب معك سنتين ويجيب لك كل بطولات الدنيا ويطلع حتطلع خسران على المدى الطويل حتضرب بالحيط في النهاية ربما شفنا المشاكل اللي دخلها برشلونة ماليا نتيجة كثير اللاعبين كانوا بيجوا وبروحوا بعد سنتين لأنه مصاريف أكتر ثانيا اللاعب اللي بيجي جديد دائما أنا بيأخذ راتب أعلى من المتوسط الموجود فكل شوية عم تطلع رواتبك تطلع رواتبك تضرب بالحيط اللي ما بتقدر اتواجهه زي ما صار مع برشلونة على سبيل المثال إدامة اللاعبين واستدامتهم جزء أساسي من قدرة هذور الفريقين إنهم يكملوا ممكن البعض يقول لي أوكي هذا أنت هون بالأرقام ولا العلم هذة الأرقام كلها أكيدة ما فيش إشي يجيبته من عندي أو ألفته بس ممكن البعض يجي يقول لي مرة ثانية إنت هذة بالأرقام أوكي أقنعتنا بس عقود الرعاية تاعتهم من العوب فيها وهنا خلونا نوقف لأنه فيه ناس كتير اليوم شفت خبر بالديلي ميل شفت دعم أخبار على الموضوع إحنا ما بنتكلم عن فريقين صغار إحنا ما بنتكلم عن الفريق اللعب نهاي دوري أبطال أوروبا 2021 اللي هو ما سيتي واللعب نهاي دوري أبطال أوروبا 2020 ونصف نهاية 2021 اللي هو باريس سان جيرمان الفريقين هذول بضمه نخبة من أفضل اللعبين في العالم وبالتالي طبيعي جدا تجيهم عقود رعاية الفرق إنه هذه العقود الرعاية عم تيجي من بلادهم نعم ممكن كانت شركة قطرية معينة حتروح ترعى نادي ريال مدريد بنفس المبلغ لكنها قررت تدفعوني سان جيرمان هذا البساطة اللي عم بيحصل نفس الشي شركة إماراتية بتروح ترعى من شسر سيتي هذا الطبيعي الآن الفكرة اللي ريال بيكرروها والله العقد بـ 12 مليون بس هم يدفعوا 6 في شي في قوانين اللعب المال النظيف بفلترت قوانين اللعب المال النظيف اسمه القيمة العادلة يعني لو أنا نادي درجة 5 وبدي أدخل بالدور الأوروبي ويلقوني جاي بعقد رعاية من شركة طيران بـ 500 مليون ويقولوا شو هذا شو هالهبل هذا حرفيا أنت نادي بشجعوك 10 تابعينك في بلدك 5 بلدك مثلا مش غنية نتذكر أنه دولة الفرنسية دولة مهمة اقتصاديا وطبعا بريطانيا في الربرمان ليج وبريطانيا كدولة دولة مهمة جدا فنروح روح هاي الخمسمائة مليون هنكتبهم خذهم انت دخلوا محساباتك زي ما بدك بس ما حيدخل بقانون اللعب المال النظيف هندخلهم بقانون اللعب المال نظيف 50 يورو لأنها هي قيمة شعبيتك وقيمة أهميتك بالنسبة للعقود التجارية ففي شي اسمه القيمة العادلة تتحول فيها قيمة أي عقد أنت بتقدمه لقيمة مقدرة حسب المنطق يعني ما بقدر سان جيرمان فجأة يجيب أعلى قميص في تاريخ كورت القدم لأنه هو مش أهم ناديك كورت القدم طبيعي فبالتالي ما بصير ما بصير أنه فجأة بدون ما يكون عنده نيمارو إمبابي تجي عقود بلاش أو عقود كبيرة الآن بوجود نيمارو إمبابي العقود صارت مبررة حتى لو جاءت من قطر لإلو نفس الشيء ميتكلم عن من سيتي متكلم عن كل الناس للعلم لما يجو الأمريكان عمان يوناتد كلها قلبت شركات رعاية أمريكية لما يجو الصينيين على الإنتر قلبت كلها شركات رعاية صينية لكن الكلام دائما بختلف لما نجي نتكلم عن أنديتنا دعونا نتذكر النقطة المهمة جدا القيمة العادلة للعقود هي اللي بتخلي هذه الأندي فعليا ضمن قانون لعب مالي نظيف آه بتجيب شركات من بلادها لكن تقاس قيمة الإعلانات وتقاس قيمة هذا النادي وأهميته وتقارن بالفلوس المكتوبة على الورق جاية لهم ومن هناك يصم التقدير الصحيح هذه باختصار كيف سان جرمان قدر يعمل سوق الانتقالات هذه ضحب سنة نقل فلوس من تضحية هذه السنة لرواتب اللاعبين فصار عنده حاجز رواتب أكبر ثالثا لعبته بدومه معه بالعمر وبهذا الصيف أنا أعتقد حيرجعي بيع لعب أو لعبين عشان دائما يظل عنده المرونة يتحرك بأي صيف جاي زي ما بده نوصل هنا نهاية هذه الحلقة كنت معكم أنا محمد عواد بوجود فيسبوك تويتر وإنستغرام وضروري جدا تتابوني على قناة سيربي سبورت في يوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله